سباة الخير عليكم زيكم عاملينية. تمانا تكونوا بخير وصحة وعافية. معكم محمد تحسين من كناة السرشاجي. اه النهاردة بتكلم على اه تطوير الشعر و تطوير الشعر بالرجل بالنسبة للرجالة يعني انا بتكلم على الرجالة بتهتموا اكتر بالحاجات اللي هي بتبقى عندها اه الشعر مسلا لو بيقع عندها او حاجة زي كده. وكمان اكتشفت ان هو كمان بيقوي او اللي هو الضافر. انا بتكلم على بايوتين. بايوتين. معرفش الكلام على طول بيبقى جاي معكوس او اي حاجة الشعر بيكون مكون من ايه? بيكون مكون من البروتين والبيوتين. البروتين احنا كلنا عارفينه. البيوتين هو ده اللي جاي تكلم عليه. البيوتين ده مسؤول عن تطوير الشعر اه وتقوية الازافر. بيقوي الضافر بالنسبة للستات. الرجالة كانت متفرقش معها الموضوع ده قوي. اه بالنسبة للشعر فهو بيقوي بصيلات الشعر. يعني بس مش هيطلع لك الشعر في الاماكن الفاضية. يعني نركز كده. يعني ميبقاش مسلا ان هنا الحتة دي فاضية ويجي اقول لك انا هطلع لك شعر. لا هو مش هيعمل كده. هو لو في مسلا بصيلة بتطلع مسلا هي قادرة ان هي تطلع تلات شعرات وعشان انت مسلا اكلك ضعيف ولا حاجة فالبيوتين بيخليها تطلع تلات شعرات دول. لكن مش هي مش هيقفل المناطق الفارغة او الفاضية. هو هيقوي الشعر وهيخلي شعرك يطلع بصورة احسن من ان انت اه على الاكل بتاعك ده. فهيخلي شعرك يبقى طالع بشكل افضل وهيبقى اقوى كمان. اه ده وظيفة البيوتين انا جاي بالتركيز بتاعه اللي هو عشر تلاف عشر تلاف اه اسمه اهو يعني اهو عشر تلاف ميلي ميلي مايكرو جرام مايكرو جرام ام سي جي دي. اه ده كويس جدا من شركة ناترل. اه بصراحة بصراحة اه عالم مكملات عالم جميل اوي. فلو انت من الناس اللي شعرك خفيف خفيف كراجل عادي. انا انا بتكلم كراجل مش بتكلم على ضوافر. انا بتكلم على تعامل عادي اللي هو يعني شعر عادي. شعر خفيف وكده. جيب البيوتين البيوتين ده كويس. انا ده 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 مستورد. انت فيه في تاني في مصر حاجات اه مصرية عادي. انا بس عرفتك كلمة بايوتين. بايوتين ده اللي مسؤول عن تقوية الشعر وان هو يخلي شعرك تقيل شوية. اه انت بقى دور بقى عن نت مثلا بايوتين مصري او مثلا الادوية المصرية وهكزا. لو انت عايز تجيب حاجة رخيصة شوية. بس مفعوله بياخد قدي بياخد حوالي شهرين ولا حاجة. وان شاء الله بيحاول بيزبط الدنيا ان شاء الله. فشكرا جدا لكم. وكان معكم محمد تحسين من قناة سرشاجي. وتنساش تعمل اللايك وتشترك معكم بعد. شكرا جدا لكم. اشتركوا في القناة